السلام عليكم ورحمة الله وبأيكاتو حبيبي طلاب تانية سنوي. حبيبي د يعني اتحان كده اللي هو المراجعة على الفصل الاولاني اولوها الفصل الرابع يعني لحنا في التربية الثاني فصل الرابع وهو فصل الاخراج الوو الاخراج في الانسان وفي النبات طبعا. ان شاء الله فصل ولا زيز جدا موفوش اي حاجة نبدأ نحل متحمع بعضينا ونفسس كل سؤال بيقول ايه عشان نجمع اكبر قدم الاستفادة ان شاء الله بازن الله اي المواد الاخراجية التالية تخلص منها الجسم بواسطة الكليتين والرئتين والجلد تعالى نحل كده واحدة واحدة ونفسس كل حاجة الكليتين بتخرج توابل ايو بتخرج توابل طب الرئتين بتخرج توابل ايو بتخرج الجزء المحتوم التطير بتاع التوابل اللي هو ريحة التوابل طب الجلد بيخرج توابل لا باخرقش في ما تنفعش التوابل معنا. طب الرئتين 奥 بيخو من كليتين بشكل بول ايو بتخلق مع هواء الزفير بتخلق من الجلد بتخلق فشكل العرقي بيتنفع تنفع طب تعالى نكمل كده كليتين بتخرج يوريا اه طبعا ده هي العضو الاساسي بيخرج يوريا الرئتين بتخرج يوريا لا طبعا ما تنفعش طب الجلد بيخرج نسبة بسيطة منها نسبة بسيطة من الفضائيات الذنية طبي ابلاح بتخلق بين الكليتين من رئتين لا ما بتخوج مع الجلد مع العلم. فيما تختلف وسائل الاخراج في الاشجار المعمرة عن النباتات العشبية. هو انا شفت كلمة ايه? اشجار. زي ما شرحت لكم في الفيديو بتاع الشرح. الاشجار ديت على طول يبقى فيها عديسات. فيها عديسات. الصغور بتبقى في الصاج بتاعها عشان دي شجرة بقول عليها عديسات. وبالتالي الاشجار بس هي اللي فيها نتح ايه? عديسي. يبقى النتح العديسي هو اللي بيختلف في الوسيلة الاخراج اللي انه موجود في الاشجار مش موجود في النباتات العشبية. ما فيش حد يقول لي مسلا يبلي جيب لك سؤال اللي يقول لك الملوخية مسلا او النعناع. اي نبات عشبي طيب انا عرف منين. نبات ساقه اخضر. نباتات اللي انت جرجير شبات بقدونس اي حاجة من حاجات دي. لكن مسلا شجرة البرتقان. شجرة مانجة. الساق بتاعها ده مش نبات عشبي دي شجرة. فاهمين قصدي? طيب. الاشجار دي بيكون عندها اوديسات فيكون عندها نتح اوديسي. اما السقان ديت ما يكونش عندها اوديسات. سواء رقم تلاتة بيقول ايه? عند فحص عينة بول لشخص ما بعد تناوله في الليلة السابقة. اللي اخذ عينة عينة وجبة غزائية تحتوى على كميات كبيرة من مين اللحوم? ايا مما يلي سيتواجد في العينة بنسبة اعلى. طيب هو البروتين اللحوم جابرا عن ايه? عبار عن بروتين. طيب الاقي ايه بقى في البول بتاعه? هل اللي بتاعي بروتين? لا ما رقيه بروتين. لانه لو الشخص ده طبيعي يعني مش هلاقي فيه بروتين. الا لو عنده فشل كلوي. او عنده مشكلة في محفظة بوما يعني. الاحماض الامنية? لا مش الاحماض الامنية الاحماض الامنية المفروض الكبد بيكسر منها الزيادة بيحاول له فضلاتنا اليتواجينية امونيا او يوري طيب اللي هو اللي حاوله في الاخر بولينة يعني بولينة واللي هي الايه اليوري هل اليوري ايه طبعا دي فضاءات النيتروجينية طيب الاملاح لا ملاحش علاقة بايه باللحوم نبص على الشكل وكما ربع من الشكل المقابل اي مما يلي يمكن ان يسبب التغيرات الحادثة في النبات بعد مرور عدة ايام عند النبات كان كويس اهو زي ما انت شايف بعد كده النبات بعد مرور عدة ايام طيب تعال نشوف معدل معدل فقد الماء اكبر من معدل الامتصاص اه والله وارد ايه ايه المشكلة النبات بيفقد اكتر ما بيكتسب مية يعني هو اعمال يعمل ناتح بنسبة كبيرة ونسبة المية اللي موجودة قليلا نديجة انك مسلا ما فيش مية موجودة في الطربة فالنبات يدبل طيب تعال نكمل دي معانا دي ايجابة بس اكمل كده حركة المواد الغزائية من الاوراق للساق لا مالوش علاقة معدل امتصاص المية يسوي الفقد لا النبات مش هيتبل معدل امتصاص الماء اكبر من معدل فقد الماء لو امتص اكتر من ما فقد لا هنالي النبات مورق كده ومنتعش كده مش دابلان وبالتاني تبقى بالنسبة لنا الايجابية رقم الف سويا رقم خمسة بيقول ايه اي مما يلي لا ينتج عن وجود خلل في عمل محفظة بومن هي محفظة بتعمل ايه بتعمل عملية عملية مين يا شباب الترشيح طيب عملية الترشيح ديت المفروض بيخرج فيها كل مكونات البلازمة معادل بروتين وما كانتش بيدخل فيها خلايا دم حمر يبقى خلايا الدم الحمرة ما بتخشش او كرات دم الحمرة يعني ولا كمان بروتين طيب هو يقوللي لا ينتج عن وجود خلل طيب بيقول لي اخراج بول احمر اللون يعني اخراج بول احمر اللون يعني كده البول نزل فيه كرات دم حمرة وبالتالي اصبح فيه دم في البول فبقى لونه احمر هل ده لا ينتج عن خلل? لا. لو حصل خلل في محفزة بومان هتبخرج دم. الشيطان باخذ. هل زهوربروتين في البل? هايزهر في البل ليه? لان محفز بومن بازت. هي بحيزهر بروتين. برضو متنفعش لان ابو لي لا ينتج. لا ينتج. زهور كمدادة دم البيضاء في البل? اه برضه هتخرج مفيش مشكلة. لمن تنفعش برضو. غياب من البول هي دي الاجابة. لان غياب البروتين معناها انك هاي محفزة بومان سليمة. لكن بيقول لي هو فيها خلل حصل خلل فيها ومدام حصل فيها خلل يبقى ايه يازم تخرج بروتين لكن بيقول لي اغياب البروتين ايوه هيدي الاجابة الصحة بتاعتها طيب واقع من ستة بيقول ايه اي لعلاقات البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين معدل النتح للأوراق ومعدل الرطوبة هنعرفين دايما الرطوبة لو زادت معناها ان كمية بخار الميا اللي في الهوى كتير وبالتالي النباتي عايز يجي يخرج بخار ميا ما يعرفش ليه لأصل الهوى مليان بخار ميا مش عارف يود فين فانت النبات ما يعرفش يطلع بخار ميا لكن لو جو جاف مفوز بخار ميا فالنبات يعفو يخرج عادي براحته البخار مياه من عن طريق عمية تنتح فالعلاقة بينه مع علاقة عكسية لو الرطوبة زادت النتح يقل ولو رطوبة قلت النتح يزيد والتالي العلاقة العكسية بيعبر عنها عن مين عن بألف هننشوف بعد كده الاسئلة اللي بعد كده بتقول ايه صور رقم سبعة شخص يحتوي جسمه على خمسة لتر دم طيب كم يكون عدد من مرات عدد مرات مرور الحجم الكل للدم خلال الكليتين في ساعتين انت عندك معلومة بتقول ان اللتر واتنين من عشرة للتر وثلاثة من عشرة بيعدوا للكليا في ديال واحدة يبقى عندي واحد واثنين من عشوة لتر بيعدوا في الكليا خلال دي خلال دقيقة طيب الخمسة لتر دول يخشوا للكليا في وقتها دي ما عرفش يبقى اضرب خمسة لتر وانا ما عرفش يبقى اضرب طرفين فساطين يبقى خمسة في دقيقة على واحد واثنين من عشرة خمسة على واحد واثنين من عشرة هيديني كم دقيقة يديني اربعة دقايق بالعين كده اصل خمسة على الواحد ما فيها خمسة طب دي واحد واثنين من عشرة والخمسة على اتنين من عشرة فيها واحد يبقى خمسة مقاس واحد يبقى اربعة معا للأعلى نعملها بالقلعة احساباتي. خمسة على واحد واتنين من عشرة هتلاقي اربع دقائية. يبقى الحجم بتاع الخمسة ريتو الدول راحوا للكلية في وقت دا في اربع دقائية. جميل. يبقى خلال ساعتين يعد كم مرة. طب الساعتين دول كم ديئة والله الساعة ستين ديئة. وهم اتنين يبقى تنين فيستين بمية وعشون ديئة. مية وعشون ديئة. طب احنا عارفين ان الخمسة لتر يخش الكلية في وقت دي. في اربع دقائية يبقى مية وعشرين على الاربع ده هي مية وعشرين على الاربع فيها كام? يبقى فيها على طول تلاتين يبقى الاجابة تلاتين مرة. طيب السؤال بعد كده تمانية بيقول ايه? الراسم البياني المقابل يوضح معدل يوضح معدل افراز الغدة الدهنية لاربع اشخاص. ايا منها يكون شعره اكثر عرضة للمين? للتقصف. انا عارفين ان الادي الشعراية الشعراية هي عندي منبط للشعرة. انتو اطلع كده الشعر ايه. طيب. بيكون فيها من هنا غدة دهنية وفيها عضلة. انا قلنا الغدة الدهنية بتبقى موجودة في الشعراية دي. ايه فايدتها? فايدتها ان هي بتساعد خروج الشعراية والحاجة التانية بتمنع تقصفها. وبالتالي الشخص ده لما يكون عنده نسبة او عدد او معدل الافراز للغدة الدهنية قليل يبقى عرضة ان شعره يكون عرضة للتقصف. اقل واحد منهم مين هو بي وبالتالي الشخص ده هو عرض للتقصف لاني يقول لي معدل افراز الغدد الدهنية. ست تسعة بيقول ايه? اي مما يمكن ملاحظته عند فحص كميتين متساويتين من البول والعرق لنفس الشخص. اراحز ايه? تساوي نسبة الاملاح في كل منهما? لا طبعا نسبة الاملاح في البول اعلى من الايه? من العرق. تساوي نسبة المية في كل منهما? لا كمية المية اللي موجودة في البول اكتر من العرق برضو. نسبة الفضلات النيتروجينية اعلى في البول اه طبعا نحن عارفين ان العرق بيخرج نسبة قليلة من الفضلات النيتروجينية. تبقى دي الاجابة. تبص على دل نسبة الفضلات النيتروجينية اعلى في العرق? لا طبعا. طب حضاء عشرة بيقول ما الذي يميز العرق في الانسان عن ماء النتح في الاملاح? يحتوي على املاح معدنية? اه. ايه يحتوي على املاح معدنية? العرق يحتوي على مية واملاحه بعض الفضاعات الناية التوتنية او الناس بقلينا. لكن النتح بيخرج في صورة بخار مية. ما فيه املاح. طب من اللي فيه املاح هو الادماع. يبقى الادماع فيه املاح اللي بيخرج في شكل قطارات مية. افتكرها ازاي? القطارات ده ادماع بالدمع. النابات بيدمع. هو اللي بيدمع ده مش مية بتاعة الدموع بتاعة ملحة فيها املاح طيب. حداشة بيقول ايه? اذا علمت ان الوظيفة الرئيسية لثانية هنل هي اعادة امتصاص الماء مرة اخرى من انبوبة النفرن. ماشي. المية بتمتص من? من اين? من ثانية هنل. في اي كائنات الحية التالية تتوقع غياب ثانية هنل من تركيب النفرن. هل الفقران الصحراوية? لا طبعا. ده عايشة في الصحراء. مش لاقي اي مية. وبالتالي لازم عندها ثانية هنل اكتر من الطبيعي. يعني يعني بتشتغل فيها آآ عملية امتصاص الماء اكتر. ليه? عشان يجي البول يخرج ثانية هنل تقول له لا استنى. احنا عايزين المية ديت عشان ما تخرجهاش وما نلاقيش مية بعدين. لا امتصر شوية مية من البول دول تاني. طيب. الطيور الجرحة والله الطيور الجرحة دول عايشين مش مفيش مية اكيدة ليهم بيخرجوا يدوروا برضو على المية. ما ما تنفعش ولا الفقران ولا مين الطيور الجرحة. طيب بص على جيم الاسماك اسماك المية العزمة ده سمك. عايش بقى في مية عزمة مية مرحلة. مهم الفكرة ان هو فين? هو عايش في المية. وبالتالي هو اه هو بيقول لك مية عزبة ليه? حاجة ليه علاقة بالاسموزية. مفهود ان الجسم السمكة فيها ملاح. فالمية اصلا ما تخش لايه? للسمكة على طول. بس ماكش ضعب الكلام ده كله. ده حاجة ادفانسة قوي قوي عليك. بس يا السمكة عايشة في المية. عدها مشكلة انها تشرب. لا ما عنداش مشكلة انها تشرب. وبالتالي ايه لا يحصل لو ما حصلش متساصة للمية? المية تعدي هتخرج يعني? طيب انها في المية عشف المية تاني. فاهمين? يقول للنسبة لي ممكن اتوقع ايه غياب ثانية هنا من تركيب النفر عادي جدا. طيب اتناشر ايه من ما يليه يميز طبقة الجلد التي تكون اكثر سمكة في الشخص البدينا عن الشخص الايه? النحيف. طيب. ايه اللي هيميزها? هيميزها بايه? طيب طبقة الجلد هنا اكثر سمكة. هل بتمتلق بالكراتين? ولا تحتوي على حبيبات الميلانين? ولا تلتصك بعضلات الجسم? ولا تتكون من نسيق ضام? طبعا تلتصك بعضلات الايه? الجسم. ليه? هو عندكم السؤال اوضح شوية في عشرين وعشرين وعشرين وبتكلم بقى الطبقة الدهنية. بس ايه اكثر سمكة ديها? هل عنديها من فوق طبقة الادمة? بقى كده عندينا اه اه طبقة البشرة. عن بشرة خارجية وداخلية. بعد كده عندي ايه? تحت فيه طبقة الايه? الادمة. تحت الادمة بيكون عندي طبقة اللي هي الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية. طبقة الدهون ديت هي ديت لو كانت اكثر سمكة الطبقة ديت مالها هتخلي الجسم يلتصك بايه? بالعدلات. هتخلي الجسم يلتصك بالعدلات. الجلد يلتصك مع عضلات الجسم. ايش معنا? انه قلنا ان الجلد بيرتبط بالجسم او بعضلات الجسم عن طبقة ايه? طبقة الدهون. طيب ترى التاشر? ازا علمت ان تركيز الجلوكوز فيه بلازمة? واحد من عشرة جرام لكل سنتيمتر ايه? لكل مية سنتيمتر مكعب. واحد من عشرة. فان عملية اعادة الامتصاص الاختياري بكفاءة لو تمت بكفاءة مية في المية. فهي الاختياط التالية تعبر عن تركيزه في الرشيح الكلوي. والبول على الترتيب. احنا عرفين الجلوكوز بيخرج كله في الرشيح الكلوي اه. يبقى نسبته في الرشيح الكلوي هتبقى كام? واحد من عشر. ماشي. طب في البول عملية الامتصاص حصلت بشكل طبيعي. اه طب ايه اللي يحصل بقى? مدام حصل بشكل طبيعي يبقى يحصل امتصاص للجلوكوز كله اللي راحت. وبالتالي بكون تركيزه في البول سفر. يبقى عندي وبيقول لي الرشيح الكلوي للبول على الترتيب. يبقى واحد من عشرة وصفر. نبص على السؤال اللي بعد كده. اي مما يلي ليس من فوائل عملية الاخراق في الانسان. طب تعال نقرأ. الحفاظ على سبيعة تركيب الدم. هو تركيب الدم ان ده كان بيكون من ايه? خلايا. خلايا دم بيضة. قراءة دم حمراء. وصفاح دموية. وعنده بلازمة. طيب. حفاظ على تركيز الماء والاملاح داخل الجسم. التخلص من غاز الهيتروجيني الداخل مع هوائز الشهيق. ولا التخلص من فضلات عملية الايه? عملية الايد. طبعا تخلص من غاز النيتروجين. لان ها عافين غاز النيتروجين اصلا مش اخراج. يعني غاز النيتروجين مش اخراج لان ما عديش عبره اخشية بلازمة. طيب. بيقول ازا افترضنا ان كل اه كل قناة جامعة او اللي هي قناة المجمع يعني يتصل بها عشر نفرونات. كم يكون عدد القنوات الجامعة في الكريتين? تقريبا. هي الكلية الوحدة فيها كم? قال لي فيها مليون طيب لو قلنا كل عشرة بيرتبطوا بقناة جامعة واحدة. يابع عندي كم قناة جامعة في الكلية الوحدة? عشيل عشرة. يعني عاسم على العشرة يطلع ليه? يطلع لي ميتة الف. طيب. ده كده في الكلية الوحدة لاني الكلية الوحدة فيها مليون. هو بيقول لي فين? في الكليتين. يبدأ بمية الف في اتنين يتطلع لي كام? ميتين الف. بص على السعر رقم ستاشر. ايا مما يلي غير صحيح بالنسبة لكل من النتح الثغري والادماع. هو غير صحيح. غير صحيح. بالنسبة للنتح الثغري والادماع. لا يمكن حدوث هما في نفس الوقت. هل ان النتح الثغري ما ينفعش يحصل في وقت الادماع? لا عادي. الاتنين بيحصلوا في وقت واحد. ما فيش اي مشكلة. يبقى ده من النسبة لي? الاجابة صحيحة. هو النسبة بتختلف. لان النتح الادماع بيحصل في الصباح الباكر. طيب انا عادي النتح ممكن يصبح من الساعة اربعة الفجر ما عندش مشكلة. ولكن بيبدأ تزيد نسبته مع الساعة عشرة والساعة اخداشر. كل ما الشمس تطلع والشمس تبقى درجة حقيقة اعلى. النتح يزيد. ولكن ده مش معناه انه بيحصل الصبح بعده. لا يحصل الصبح بعده. ولكن كميته بتبقى اقل. بس يحصل في فوقت واحد طبعا يحصل فوقت واحد. بيقول لي اختلفان في كمية الماء المفقودة طبعا بيختلف في النتح التغلي كميته اكتر. اكتر من تساين في مية من الايه? الماء الكل اللي بيفقده النبات. ما تنفعش. طب جيم. يختلفان في طبيعة الماء المفقودة ايوة. النتحة برا عن بخار مية. ما فيهوش اي املاح. اما الادماع بيخل في شكل القطرات وفيها املاح. يعتبران او يعتبران من وسائل الاخراج في سبعتاشر. اي الاختيارات التالي اي اي الاختيارات في الجدول التالي يمثل استجابة الجسم عند شعوب برد الشديد. هو لما الانسان يحس بالبرد. هل العرق هيزيد ولا ايه? هيقل. يبقى الاجابة يا جيم يا دال. يا كلهي ويا كلهي. طب لما الواحد بيبرد. برد جديده هوت. العرق بيقل. يبقى البول هيحصل له ايه? البول هيزيد. يبقى انتاج بول ازيد. طب اتاكد ايه? بص على شعات الدموية. احنا قلنا بالبرودة تنكمش وتضييق الاشرعات الدموية. وبالحرارة تحصل تتمدد واتساع لاشرعات الدموية. تبقى الاجابة مين? سوى رقم 18 بيقول ايه? اثناء اشتراك طالب في مصابقة العدو لمسافة 800 متر. لاحظ اتفاع درجة حرارة جلده اي مما يالي قد يكون السبب في ذلك. هل زيادة العرق المفرز من الجلد لزود حرارته? ولا فتح مسام العرق الموجودة بسطح الجلد? طب فتح مسام هيزاخرج عرق. لا برضو. ضيق الشعاعات الدموية الموجودة بالجلد? ولا التساع الشعاعات الدموية الموجودة بالجلد? طب احنا عافين? مش عاص بيعمل مجهود. شعاعات الدموية احصل لها التساع. طب ديها علاقة بدرجة حرارة الجلد. مؤسسة اللي بيحافظ على درجة حرارة الجلد ودرجة حرارة الجسم عموما سبعة وثلاثين هو الدم. وخدنا الدات ترميل اللي فات. ننضمن وظائف الدم الحفاظ على درجة حرارة الجسم او تنظيم درجة حرارة الجسم. يخليها كام سبعة وثلاثين. يبقى ما كان لفيه دم كتير درجة حرارته عالية. وعشان كده لما يطلع لك حساسية ولا يطلع لك حاجة واحصل لك انتهاب. يحصل انتهاب مسلا. طيب الحتة دي حمارة تحمرت لها عشان جالها دم كتير. لما جالها دم كتير يبقى ايه متدفية بقى فيها دفع اكتر او درجة حيطها مرتفعة عن البيع. فتحط لديك حساسية دفعة. طيب. تسعتاشر بيقول ايه? ما الوعاء الدموي الذي يحتوي على اقل نسبة من اليوريا. اقل نسبة من مين? من اليوريا. هل الويد الباب الكبدي? ولا الويد الكبدي? ولا الشريان الكلوي? ولا الشريان الكبدي? طيب. انا عندي الكبدي ده. بيدخلوا وريد بابي كبدي. وبيخرجوا وريد كبدي. بكل بساطة. هو مين بيكون اليوريا الكبد? مين بيخرج اليوريا الكلية? مين بيكون الكبد? مين بيخرج الكريا? بيكون داخل في الوريد البابي الكبدي? ما فيش يوريا لسه هوت دخل له احماض امنية. الكبد يبدأ يقول هل احمد امنية ده كفاية ولا مش كفاية? كفاية خلاص تمام. طب انا عندي زيادة فوق الكفاة بتاعتي احاولها اليوريا. يبقى الكود الكبد يكون اليوريا ويخرجها في الواريد الايه الكلوي. لكن الويد البابي الكابدي ما كانش فيه كمية اليوريا. هو لسه عنده احمد امنية. وبالتالي اقل النسبة من اليوريا تبقى فين في الواريد البابي الكبدي? الواريد البابي الكابدي طيب. دي اقل اقل نسبة. اما ويد الكبدي طبعا فيه نسبة اعلى والشلان الكلوي والشلان الكبدي وهكذا طيب. عشرين. ما التأثير الناتج عن ممارسة تمارين لراضية شقة على كمية الماء المفقود من الجسم عن طريق الجلد والعرق والكليتين عن المعدل الطبيعي على الترتيب. لما واحد ايها من تمارين شقة مش هيخرج عرق كتير اه. والماء المفقودة عن طريق الجلد. هتزيد ولا هتقل? هتزيد. يبقى دي هتزيد. وبالتالي الكليتين هتقل العكس. يبقى تزيد وتقل تبقى الاجابة جيمة. يعني انا بوصل على الاسئال اللي بعد كده بيقول ايه? فسر عملية اعادة الامتصاص الاختياري في الكليا تتضمن عمليات نقل النشط. ليه? اقول لان انا في عملية اعادة الامتصاص الاختياري يتم يتم امتصاص بعض المواد الهامة للجسم. بنسل الجلوكوز. يبقى انا عندي الجلوكوز حاجة مهمة لازم امتصصها. ولكن يتم امتصاصه عكس او ضد ضد ايه? ضد تدرج التركيز. ضد التدرج مين? التركيز. وهذا يتطلب استهلاك طاقة اي عمليات نقل ايه? نشط. عشان الجلوكوز بعد ضد تدرج التركيز. انا عندي دلوقتي هو موجود فين? موجود في القناة في في الرشاح الكلوي. في قناة النفرن. في القناة بتاعة النفرن في القناة الملتفق القريبة دلوقتي. فهو عايز يخش الدم. يعادة امتصاصه تاني. طب هو عنده هنا كتير وبرق ليل. يبقى انا اطلعه ايه? بعملية النقل النشط. بقى السؤال الرقم? السؤال ده موجود في اربعة عشرين برضو. ما فيش اختلاف فيه. السؤال الرقم اتنين وعشرين بيقول ايه? الشكل المقابل يوضح جزء من تركيب الوركة. ما نوع النتح الذي يوضح يوضحه الشكل. نعندي الجدران هي بالسلام الاحمر بدأ تخرج ايه? مخارن المية. بدأ خرج من هناه من الثغور. يبقى ده بيمثل ايه? النتح من شباب الثغرين. طيب تمام? السؤال الرقم اتنين ده هنا المختلف. هناك النسخة بتاعة السنادة عشرين وعشرين بيقول لك ايه? مشاور كده على واحد دي هتعملها ايه? ومشاور نسبة الماء المفقودة عن من خلال التركيب واحد. هو ده مش كيوتين? اه. يبقى ده نتح ايه? نتح كيوتيني بيمثل خمسة في المية من الماء المفقود. طيب اه وقتها ناخد ايه? سؤال تاني. حدد الجزء الذي يكون فيه تركيز غاز ساني اكسيدي الكربون اقل ما يكون في يوم مشمس دافئ. طيب هو ده اجيبها ازاي? هو مش كل الخلايا ديت فيها ساني اكسيدي الكربون? اه. ولكن انا عندي النبات بيعيد استخدام الجولوكوس في عملية البناء الضوئي. ده بيقول لي يوم مشمس ودافئ. يبقى ده يوم مميز وجميل جدا للبناء الضوئي. جميل خلاص ما حلو. طب انا عندي دولة ساني اكسيدي الكربون موجود في الخلايا. الخلايا تستخدمها عشان تعمل بناء ضوئي. يبقى نسبته هتقل. طب تقول لي فين? اكتر خلية تعمل بناء ضوئي هي يعلي خلية عندها ساني اكسيدي الامانة. يبقى اني جزء هيكون بيه. طيب. علل. تستطيع الاشجار متساقطة الاوراق القيام بعملية النتح الشتاء رغم تساقط اوراقها. ومش بقول لي تستطيع مين? الاشجار. طيب حلف. اقول له لان الاشجار بدي احتوي على ايه? عديسات الاشجار الطبقة اللي برا الطبقة الفلينية. هتبعت الصاق. صاق الاشجار الخشبية. هتبعت على طبقة الفلينية. يوجد بها ايه? عديسات. يخرج منها الماء. تمام? وهذا ما يسمى بالنتح مين? النتح. نتح عديسي او عديسي. نتح عديسي او عديسة. يبقى هو النتح تمام? بيقل فعلا. هو بيقل ماشي بس هو ما ما وقفش. ماله ما وقفش. ومش معنى اقد سقطت الاوراق خلاص. ما هو عندها السقان الخشبية لسه مازال فيها ايه? عديسات والعديسات بتاعي من النتح عديسي. عندنا السؤال الاخير سؤال رقم ايه رقم الاربعة عشرين. ده موجود السنة الفات مش موجود السنة دي في الامتحان عندكم. بيقول الشكل المقابل واضح قطاع عرضي في جلد الانسان اكتب الحرف الدال على التركيب الذي واحد يستجيب لاحد المؤثرات الخارجية على الجلد. اتنين يحتوي على خلايا تتغير طبيعة محتوها من سلالة بشرية لاخرى. طب تعال ان تشوفوا الاقام بتدل علي او الحروف. عندي سين بيمثل ايه? بيمثل البشرة او الطبقة الخارجية من النين من البشرة اللي هي الطبقة السطحية. طب صوت بتمثل ايه? الطبقة الداخلية للبشرة. طيب عين ده بيمثل ايه? بيمثل النهايات العصبية الحسية. طيب واو بيمثل ايه? وضع عركية. طيب لام بيمثل حلامات حسية. حلامات حسية وهنا نهايات عصبية طيب. مين اللي بيستجيب لاحدة المؤثرات الخارجية هو النهايات العصبية الحسية والحلامات العصبية او الحلامات الحسية. يبقى عندي واحد ده اللي هي مين? ليلام وعين. طب اتنين دي بيقول لي ايه? بيقول لي يحتوي على خلاية تتغير طبيعة محتوىها من سوية الاخرى. ازا هو بيتكلم على لون الجلد. احنا في المناطق المختلفة مش زي بعض. مش كل دولة لون بشرتها زي التاني. مش كل منطقة جغرافية زي التاني. طيب. والتالي عندنا سلالات اللي هو الكوكازي والكلام ده كله. بيختلف بقى نسبة الملانين اللي بتخرج. نسبة قد ايه? بناء على السلالة. طيب ملانين دي موجودة فين? موجودة في قاعدة في قاعدة ايه? البشرة الداخلية. في طبقة قاعدة البشرة الداخلية ليه? للجلد. يبقى هي التركيب مين? تركيب آآ صاد. يبقى كده كان عندنا اللي ايه? بتاع الفصل الرابع اللي هو الاخراج في النبات. والاخراج في الانسان اللي هو فصل الاخراج عموما كده احنا مخلصين نعطيها نص منهج نعطينا الاحساس ومخلص منهج تاني سنوي. وكده نلقاكم على خير ان شاء الله في تالت سنوي ان شاء الله دكاتة المستقبل. نشوفكم ان شاء الله في احسن الاحوال بازن الله. ننساش تعمل لايك للفيديو. لو انت استفدت تنساش في دعوة. تبعت الفيديو لصحابك وتعمل هنا كومنت وتقول لنا هل محتاج فيديوهات تانية زي ديت ولا لأ? ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.